نكمل مع نادي الزمالك هو منازمة المفاوضات مع اللاعبين والكابتن أحمد عبد الحليم قال نقطة مهمة جدا الزمالك يبحث عن اللاعبين الزمالك يحتاج عدد لا بأس به من اللاعبين الجايدين للموسم القادم في نفس التوقيت ده نسمع عن أزمات أو مشاكل مالية تمام؟ أنا معرفش أنت أحياناً تبقى مشجع للزمالك بتبقى عايز تسمع من الإعلامي أو تسمع من المسؤول بتاع نادي الزمالك الحل أنا حقيقي ما عرفش ويبدو أنه كمان مسؤولي نادي الزمالك لحال لوقتي في أزمة مالية ما عرفش بكرة يبقى فيها إيه أكيد كلنا بدون استثناء نتمنى الخير لنادي الزمالك نتمنى دائماً الأمور تتحسن في نادي الزمالك المستقبل في إيه؟ الله أعلم أنا الله أدر أقوله لك الزمالك بيفكر في مين؟ هيشتريه إزاي؟ هيتفوض معه إزاي؟ هيفوض ناديه إزاي؟ الله أعلم بس نادي الزمالك بدأ يتكلم مع عمر كمال عبد الواحد الزهيل أيمن لنادي فيوتشر عشان يضموا فترة الانتقالات المقبلة وفترة الانتقالات الصيفية هم قالوله إن أنت أبرز أو أحد أبرز اللاعبين اللي إحنا عايزين نضمهم في الموسم الجديد وقالوله كمان إن أنت ليك مكان أساسي في تشكيلة الفريق الموسم القادم وهتقدر مالياً على أفضل ما يكون برضو دي أنا بقى نقول لكم الخبر أو الكواليس إزاي ما عرفش؟ الله هو أعلم الزمالك عايز يضم عمر كمال عبد الواحد وعمر كمال عبد الواحد كمان عايز يروح نادي الزمالك هيحصل إيه بقى مع بداية الموسم القادم الله وأعلم وسوريو كمان أبدأ أعجابه بمحمد ريدا بوبو لعب فيوتشر أيضاً شافه في المباريات الأخيرة وشافه في مباراة بيراميدز وقال للجهاز المعاون إنه اللاعب هو بيكلم على بوبو هو اللاعب اللي عنده الإمكانيات اللي أنا عايزة يشتغل في الأدوار المعقدة بتاعتي في وسط الملعب عشان كده أعجب جداً بمحمد ريدا بوبو ده بالنسبة للعيبة اللي هتيجي طيب اللعيبة اللي غالباً هتمشي غالباً شوف أنا دايماً بختار ألفاظي عشان ممكن يكمل ممكن الجهاز الفني على آخر الموسم يغير رأيه فغالباً عمر السيسي ممكن ما بقاش ليه مكان في نادي الزمالك في الموسم القادم وقريب جداً من الرحيل وهو عنده عروض يعني عمر السيسي عنده عروض عنده من الاتحاد وعنده من سموحة وعنده من البنك الأهلي وعنده من طلاع الجيش كمان فريقه السابق وإيه الزمالك هيحسم أمره أمره تبقاً للصفقات اللي هتيجي الموسم الجديد يعني الزمالك عارف في زبط وسط ملعبه وجبع ناصر مهمة فممكن الراجل يخرج ممكن يخش في صفقة تبادلية ممكن يطلع قارة بس غالباً عمر السيسي مش هيبقى ليه مكانة في تشكيلة الزمالك الموسم القادم كمان الزمالك نفس القصة بتاعت عمر السيسي ولكن بشكله آخر يعني عمر السيسي ملوش تواجد في التشكيلة خلاص واموره صعبة جداً محمد عبدالغني من لعيبة اللي كانت مهمة الفترات المضاية مع نادي الزمالك بس في مجموعة تقول يرحل وفي مجموعة تقول يبقى الزمالك مش هيسيم محمد عبدالغني إلا لو ضم صفقات مميزة في خط الدفاع خاصة إنه الزمالك قريب جداً من الاستغناء عن شبانة أو مش الاستغناء تسويق بيع شبانة ومصطفى الزناري الاثنين مدافعين للآخرين فلو هيسيب عبدالغني هيسيبه لو ضم صفقات في خط الدفاع الجديدة مضمش يبقى عبدالغني هو اللي موجود وهيمشي الزناري وهيمشي شبانة ده الوضع بالنسبة للمدافعين اللي لا يحصل بقى هنشوف كمان في نفس الإطار إطار خط الدفاع وسوريو حسم تماماً أمره من حسام عبدالمجيد قال لهم ده حسام عبدالمجيد ده لأ ده ما يمشيش حسام عبدالمجيد مكمل مع الفريق الموسم القاضي يعني مستوى نزل شوية طلع شوية الراجل وسوريو شايفه مهم في تشكيلته لعب مميز لعب واعد لعب عنده إمكانيات كبيرة عشان كده عسام عبدالمجيد بالنسبة لخط الدفاع نادي الزمالك مكمل في الموسم القاضي ده بالنسبة نادي الزمالك